موسيقى موسيقى ننظم هذا اللقاء بشاركة مع علم العالي للصحافة والتصال مع مشاركة وسائل الإعلام المهمة في البلاد إذن في اللجنة عملنا حول هذا الموضوع بصفة جدية ولكن بمداخل متعددة وفي هذا الإطار تبيننا أن لا بد أن نزيد قوي النهوض بهذا الإشكال لحقيقة ما زال تيمكن ولو أننا لدينا سياسات عمومية حقيقة التي تساهم للرفع بوسائل والمساعدة إلى آخره تبين أننا لابد أن نزيد قوي النهوض وهو في المهام دي اللجنة الجهوية والمجلس الوطني للحق والإنسان بهذا الوضعية دي الأشخاص اللي وما في حالة إعاقة وأننا نعرف أن هناك إعاقات متعددة لا شيء شكل واحد من الإعاقة وأيضاً تسألنا هل لا يمكن أن وسائل الإعلام تقوم بهذا الدور بصيفة مكتفة وفي هذا اللقاء سنشاور معهم بشأنهم الوسائل التي يمكننا أن نتوجه لها أو التي يمكنهم أن يستعملونها لكي يكون نقزة نوعية للتعريف ولمساعدات وللتطور السياسات العمومية في هذا الميدان الإعلام يلعب دور كبير ودور مهم جداً في تحسين صورة الأشخاص المعاقين باعتبار أن هناك الكثير مع الأسف من الصور النمطية والصور السيئة والمغلوطة حول هؤلاء الأشخاص المعاقين من ضمنهم مثلاً أشخاص دوي الإعاقة الدهنية الذين يعتبرون في نظر الكثير من الأشخاص أنهم أشخاص دكاؤهم قليل وأن فهمهم بطيء وما إلى ذلك من الأمور السلبية الإعلام يلعب دور كبير في تصحيح هذه الصور المغلوطة عن طريق تنوير الرأي العام وإمدادهم بنتائج دراسة علمية في هذا الموضوع وأيضاً إتبات أن الأشخاص في وضعية إعاقة ممكن أن يكونوا ناجحين في حياتهم وفي دراستهم وفي هذا الباب أعتقد أنه من الأشياء المهمة التي نبغي أن ينقلها الإعلام هي قصص النجاح لهذه الفئات الهشة سواء في المدرسة، سواء في العمل، سواء في الحياة الشخصية أو الحياة المهنية ترجمة نانسي قنقر